من قراره بسلطان صراح بس أنا أكتفي بهذا يعطيكم العافية وخرجنا الفاضل العزيز القدير تغريدات تكبأ لا لا في عندي محاور كثيرة ومهمة جدا تقدير الموقف واللي أخذوه على حساب فقرتنا ممكن تعويضنا بعشر دقائق أو يعد كلا ما تكون أكتر بذن الله ميهني مرة الله عبدالخارك أشكرك أبشر أقل من عشر دقائق خدوني على ركب الغمار بطبيب هو الله أنا راسي طيب اليوم في طيب عطونا مقطعك حلال يا شاب بصرعة كده مرة واحدة بما أنحنا أف بكرة عطونا مقطعك حلال أي مقطع بعد عطونا مقطعك حلال يا شاب هذا المتأ أبجلمك حلال عندنا البطاطس أبجلمك حلال عندنا البطاطس الحين طيب هذا كحيلان حبيبنا قبل فقرة خداكاش جالس في داخل الكنترول أو عفوا حرم الإدارة وجالس يأكل طبعا المرة الأولى خرج زعلان من فقرة المستثمر وراح الخيمة يأكل المرة هذه مدرم اللي زعل على طول دخل حرم الإدارة الله يجعلها مليون آفية الأكل وغير الأكل طيب شو غير الأكل أبي خارج غير الأكل أعدو الله هذه لحدها تركد وسري دخول الإدارة كم حرم كنت راضي يعرفون هم أكثر مننا حافظين غريبة لحظة لحظة هل هناك ضعف في الإعداد حتى لا يخرجونه يعني مثلا يأتيك حلال ويدخل ويتكي وسطه ما المسوط جوه الإعداد أين هم؟ محمد عيسى المعدين الإدارة محمد عيسى محمد عيسى أنا هنا تساؤل يا عبد الخالد أنا أشوف هذا العرض المقطع هذا وكأنك تعرض ضعف الإعداد أو ضعف مسؤول المتسابقين أنا دائما مؤيد محمد عيسى محمد عيسى والله أنا جاهز صدار مسؤول المتسابقين من هو شباب؟ محمد عيسى وجاه صدار ما هو سوى ويأكل ويسوى حبتين؟ عموما أنك حلال جاني خبر حين أنا آسف لكن مضطر أني أكون شفاف يعني فيه حركة قاعد تسويها الحين في المجلس اللي أنتم موجودين فيه التابعون الإدارة ورما يدخل هم قالوا بلغك حلال أن ترى عليها خصم بسوء تصرف سواه الحين داخل المجلس أنا وصل رسالة والله بالناحية هذا يوصل رسالة المقطع اللي قبل شوي هدف ملعب